فتحت صحة الابتكار والابداع عبابها أمام المشاركين بالنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم تحت شعار العودة معا وتستمر الفاعلية على مدار أيام نقاض المنتدى حيث يجتمع الشباب من مختلف الجنسيات لتبادل الحوار حول التكنولوجيا والابداع والفن فضلا عن تجربة عدد من التقنيات التفاعلية والألعاب الحديثة وتهتم منطقة الابتكار والابداع بالأنشطة التفاعلية التي تتيح للمشاركين تجربة الألعاب بالتقنيات تكنولوجية مختلفة وزيارة المتحف التفاعلي الذي يضم عددا من الشخصيات التاريخية التي يدور بينها حوار خيالي مثل كوكب الشرق أم كلثوم والملاكم العالمي محمد عليك لي وعالم الفيزياء نيوتن والملكة المصرية نيفرتاري ورائد الفضاء نيل أرمسترونج كما يستخدم المشاركون من خلال ساحة الابتكار والإبداع تكنولوجيا الواقع الافتراضي لزيارة واكتشاف عدد من المدن المصرية